نول كناتر ومشاهدين الكرام بالنسبة اليوم على أداء سوق الأسهم السعودي واللي شهدنا فيه قفزات جدا قوية وافتتاحات إيجابية السوق اليوم يصعد بـ 1.4% ومستويات 7.933 نقطة ومكاسب بلغت أكثر من 100 نقطة بعد أن فقدنا خلال تداولات الأسبوع الماضي ما يقارب 129 نقطة وتراجعات بـ 1.6% خمسة أسبيع سلسلة متواصلة شهدنا فيها أداء إيجابي بالنسبة لسوق الأسهم السعودي ولكن مع نهاية تداولات الأسبوع الماضي شهد أن السوق كسر هذه السلسلة من الترفعات اليوم يبدو أن السوق يعوض هذه المستويات إذا ما أخذنا في الاعتبار أن السوق وصل إلى أعلى مستوى خلال تداولات الأسبوع الماضي عند أو قارب مستوى 8.000 نقطة ومستوى 8.023 كأعلى نقطة كذلك إذا أخذنا في الاعتبار أن أداء نقطة عند مستوى 7.771 نقطة ارتداد جدا قوي في أولى جلسات هذا الأسبوع والمؤشر يصعد لمستوى 7.930 نقطة قيم التداول بأقل من 1.868.000 مليون ريال إذا أخذنا كذلك أن قيم التداول الأروى مشهد عليها تراجع ولكن طفيث جدا وصول لمستويات خلال تداولات الأسبوع الماضي كانت تراجعت بـ 19.023.500 مليون ريال فقدنا ما يقرب تقريبا 225 مليون ريال ولكن كذلك نلاحظ بنسبة أو نتابع بنسبة ما تبقى من الجلسات هذا الأسبوع ونلاحظ السوق كيف راح يعوض قيم التداول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة